مع انتشار القلق العالمي التي تعيشه دول العالم مع ظهور الفيروس القاتل كورونا في أنحاء الصين تتابع دولة الكويت مستجدات الوضع الصحي العالمي والإقليمي فيما يخص تفشي الفيروس الجديد وذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات صلة الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية حيال ركاب القادمين من الصين إلى مطار الكويت الدولي بناء على تعليمات من وزارة الصحة حيث فرضت السلطات تدابير فحص الركاب القادمين إلى المطار من الصين لمنع انتقال الفيروس القاتل إلى البلاد كما تم تزويد المنافذ الحدودية بكاميرات حرارية لرصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج وتعميم تطبيق إجراءات إلزام الركاب القادمين إلى البلاد من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها بملء الإقرار الصحي في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت لحالات الطوارئ وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق رفع حال الاستعداد في هذا الصدد حيث تم تجهيز القطاع الصحي بأكمله بالمعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره كما اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة الفيروس مبينة أن التشخيص الفيروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة وكانت سفارة دولة الكويت في الصين قد دعت رعاياها في كافة أنحاء الصين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن والمقاطعات الصينية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية وذلك بعد أن أعلنت الصين ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 800 شخص